بسم الله الرحمن الرحيم سأحكي تلك الرؤية لكن محدش يخاف من تلك الرؤية العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي أو ابن سعدي أحد علماء القصيم الكبار وهو شيخ ابن عسيمين رحم الله الجميع شيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى عرف من رؤية يوم وفاته ده اللي حصل على ما حكى واحد صديقه اسمه الشيخ ابراهيم الجيطيلي يعني بيحكي رؤية عجيبة وكما قلت سأضع الرابط في أول تعليق تسمعها من لسانه الشيخ ابراهيم الجيطيلي بيقول أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كان في يوم الأحد في يوم الأحد تسعتاشر ستة الف تلتمية ستة وسبعين بالهجر ساعتاشر يوم الأحد بين العشاءين بين المغرب العشاء مع درسه في القصيم في عنيزة كما هو معروف هو أعد مع الطلبة بدرس شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي صاحب مؤلفات عديدة وأشهرها كتاب تيسير كريم المنان أو تيسير كريم الرحمن تفسير مشهور ودايما العلماء يقولوا تفسير ابن سعدي تفسير مختصر جميل يعني تستفيدون منه إن شاء الله تعالى الشيخ ابن سعدي قاعد في الدرس فجاء صاحب له اسمه عثمان صديق له ويعني يخدمه أو بينفعه في أشياء كثيرة فصديق عزيز فالمهم وهو في الدرس العادة لا يخرج من الدرس أو لا يقوم من الدرس إلا شيء خطير فوهو بين العشاءين يوم الأحد 19.6 1376 هجرية الشيخ ابن سعدي جالس في الدرس فجاء الشيخ عثمان وقال يا شيخ يا شيخ عبد الرحمن أنا عوزك في كلمة كلمة راس أو كلمة من راس للراس يعني يقصد كلمة سرف عوز أقول لك فيما بيني وبينك مش عوز أقول له قدام الطلبة فقام الشيخ ابن سعدي العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى رأى عنده قال يا شيخ عثمان قال أنا شفت منام شفت الشيخ عثمان ابن صالح القاضي وإذا كان من شيخ ابن سعدي ومات رحمه الله تعالى كان من أهل العلم ومات قال رأيت الشيخ عثمان ابن صالح بيدعوك للغداء وبيدعوني وبيدعو فلان يعني تلاتة إحنا تلاتة بيقول لنا أنتو معزومين عندي على الغداء يوم الخميس القادم يوم الخميس تقريبا اللي هو موافق تلاتة وعشرين ستة إحنا بيقول اليوم الكلندة في يوم الأحد يوم الأحد تسعتاشر ستة ألف وفراث مئة وست وسبعين هجري وهو بيدعونا للغداء الميت يوم الخميس عنده دعوة للغداء يوم الخميس تمام قال وأنا رفقت رفقت ما حضرتش ولا صاحب التاني أنت يا شيخ عبد الرحمن قلت ما يخالف يعني وافقت فقال الشيخ عبد الرحمن بنصر فضرب على رأسه وقال الله المستعان هذا أجري قال الله المستعان هذا أجري وذهب إلى الطلبة أو إلى أخصائه يعني القصصين أو المختصين به وقال جهزوا لكم أو خلوا حد يصلي أو يجهز للصلاة وللجمعة أنا يوم الخميس إن شاء الله تعالى لست معكم يوم الخميس لست معكم ولا أدري يعني الشيخ إزاي هو يعني تيقن من من الرؤية وهنتكلم على الشيخ عبد الرحمن بنصر في مرائي أخرى في حلقات أخرى إن شاء الله تعالى لكن العجيب الشيخ عبد الرحمن بنصر قال هذا الله المستعان هذا أجلي وبنى على الكلام ده ورح للطلبة المختصين به وقال جهزوا لكم حد يصلي بكم وجهزوا حد الجمعة لأننا يوم الخميس مش موجود بيقول الشيخ إبراهيم الجطيل وهو اللي بيحكي الرؤية دي وحاضر يعني قال والله ما جاء الخميس الظهر إلا ونحن نصلي الخميس اللي هو كلام دا يوم الأحد زي ما قلنا تسعتاشر ستة الف تلتمية ستة وسبعين ما جاء الخميس اللي هو تلاتة وعشرين ستة الف تلتمية ستة وسبعين إلا ونحن نصلي على الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى فدي رؤية عجيبة لكن أيها الأخوة يعني ما يتخطش بعضكم لما يشوف شيء كل رؤية بحسب التعبير فأنا مقصود ليست قاعدة أن كل من عزم الميت أو دعا الميت ينزعج ويقول بس أنا هموت كما وقع للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي الرؤية أو تعبيرها يشبه الفتية ويشبه تشخيص الطبيب والدواء ما ينبغي أننا أخذ يعني وأعمل لكن لو وقع الإنسان رؤية أو شيء يسأل يسأل المختص كما إذا ما تقشت يقول فلان عندك صداع خدت إيه فأخذ زيك فيمكن أنت عندك ضغط وفلان ده عنده ورم في الدماغ وفلان عنده كذا فالمسألة ما إيه لا تستوي فنفس الشيء الميت دي مسألة تحتاج إلى تفصيل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته